السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما مع موسوعة العلوم الطبيعية ديزاد اليوم جينا مع درس جديد في العلوم الطبيعية للسنة الثالثة متوسط وفسر زحزحة القارات بنشاط الظهرات رح نقرأ مع بعضنا السياق ونفهموه مع بعضنا البعض نبدأ الظهرات وحدود الصفائح التكتونية مكانت مطابقة بين خريطتي التوزع العالمي للزلازل والظهرات والنشاط البركاني على مستوها من تحديد مناطق هشة في الغلاف الصخري لكورة الأرضية تحيط بأجزاء واسعة تجعل القشرة الأرضية مجزأة لصفائح تدعى صفائح تكتونية إذن كي رح ندرنا الإسقاط على الخريطة والقينة مناطق هشة القينة شوفوا ورح نرسم لكم هذاك الخط هذاك عبارة على حدود صفائح هنا لقينا بلايك بلايك كما نقوله بالدرجة بلايك بلايك حدود الصفائح ولقينا أن حدود الصفائح هذا ينتشر على مستوها نشاط بركاني عالي يعني وين يكونوا حدود الصفائح رح تكون نسبة بركان عالية وهذا الحدود الصفائح هي عبارة اللي يرسموه مننا اللي هنا عبارة على ظهرات ظهرات محيطية يعني رانا في المحيط واضح نفوتوا للبا حركة صفائح تكتونية ننظروا لهذه الخريطة اللي أمامكم وش عندنا عندنا هاهي إفريقيا هاهي إفريقيا قارة إفريقيا وهاهي صافحة إفريقيا فهمتوني إذن اللي هنا رانا نشوف اللي هنا حصرة تباعد ها هاو تباعد بين صافحة أمريكا الجنوبية وبين إفريقيا يعني هم يتباعدو كيف كيف هاو صارت تباعد لهنا نعم يصرى تباعد لهنا أما في هذا رح يشوفوا لهذا الجزء رح يصرى تقارب يعني هذه هذه الصافحة كي رح يتطلع منا هذه رح يتهبط لها منه يعني ويصرى عملية التقارب نفس الشي هاه عندنا لهنا تقارب واضح يعني كين صفائح يصرى لهم عملية التباعد يعني يتباعدوا على بعضهم وكين أخرين يصرى لهم عملية التقارب يتقاربوا لبعضهم وهذه رح نشوفها في الدروس القادمة بإذن الله إذن نمر للوثيقة المقابلة آلية حركة الصفائح تطلق الأرض حرارة يمكن أن تقاس على السطح وتوضع خارطة عالمية ها عندنا أمامنا هذه الخارطة وينكين الأحمر يعني درجة الحرارة عالية ورنا نلقوا في درجة الحرارة عالية شوفوا هاي إفريقيا ورنا نلقوا في درجة الحرارة العالية شوفوا ورنا بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية هذا كمثال فقط لأن الهنة كين نشاط للظهر يعني الحيمة ما راهي تتساعد وبالتالي نقدروا نقس هذه الحرارة شوفوا ثاني الهنة ثاني كين الهنة يعني راهي الحرارة كين في مناطق الظهارات واضح عندنا تركيب جريفي في الأسفل راح تديروا في القسم بإذن الله بش راح نديروا لنا مجموعة من الألوان فقط راهي تبين لنا كيفة تخدم الظهرة يعني راح تخرج كيما اللي هنا راح تخرج هاكا ويصرى لعملية تبريد وتبقى ذيك الدوامة الضر واضح يعني هذا بروتوكول فقط راح تديروه في قسم بتاعكم بش تبينوا أكثر نشاط الظهرة نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس من الكتاب المدرسي معلية غير مقلكم إلى دروس أخرى بإذن الله راح نشرح فيها وراح نفصل فيها هذا الدروس يعني درس الظهرات المحيطية معلية غير نقولكم ما تبخلونيش بليجا مبارتاج لفيديو إلى دروس أخرى بإذن الله بالتوفيق يا لولاد